دكتورة السؤال التالي تقول أنا متزوجة منذ عشر سنوات زوجي حصلت مشكلة بيني وبينه وجاء أهلنا لحل المشكلة لكنه ضرب أخي فحاولت منعه وضربته على ظهره فطلقني وهو عصبي جدا حتى أنه يضرب والدته عند الغضب ثم يندم وفي سائل الأوقات يبر بها انصحيني يا دكتورة هل أعود له؟ يعني هو أخوها جي حوش في الخناء ضربه فهي بتحوش عن أخوها فطلقه نعم الغضوب لدرجة الضرب ده ما بتغيرش إلا إذا هو اشتغل على نفسه برنامج احنا بنقول عليه برنامج ستة شهر لتمن شهور أو لتسعة إدارة الغضب لو هو دخل في البرنامج ده موجود عند أي دكتور نفسي وأي دكتور معالج سلوكي هو عارف البرنامج ده بيمشي معايا الخطوات على مدار ستة لتسعة شهور بحيث إن هو يتخلص إن الغضب يطلع على الجوارح إن أنا ممكن غضبان فيزع ممكن غضبان فيقول كذا ده ماشي نعالي أما الغضب اللي هو بإزاء يعني إن هو يجيب حاجة ويخبط حاجة يعني واحد حدف زوجته بتفيت الحريق بتح لها تبخن وجزء من عينها من البصر بتاع عينها روح ده يعني ده ضرر ما بيتعملش ما بيتغيروش رجع يوم ما مسك نفسه ومسك البتاع وقاعد يقطع في البتاع وسعشان ما يمسكش حد فات مس البتاع حديدة جات على الكهرباء فعمل مسك كهرباء وهو تتعامل في إنواء يعني كان موال يعني فهي الفكرة أنا اللي الغضب بيطلع على الجوارح بضرب لا يخش برنامج ويدرب أمك يعني ده من علامات الساعة تضرب أمك وترجع تندم وإزاي يعني ده من علامات الساعة ده غضب هو غير مسيطر على غضبه هيسيطر زي على بقية الحياة هيسيطر زي على سباته الانفعالي مع ابنه ولا في التربية ولا في شغله ولا في كذا ده تعبان في حياته ده مسكين يخش برنامج بتاع العلاج بتاع إدارة الغضب إدارة أي طبيب نفسي عارف الكلام ده وأي معالج سلوكي عارف الكلام يخد معا ست الشهور بيتغير خلافك لو وافع على ده توكل يماشي نجرب ونشوف بعد ست شهور الدنيا ما وافقشي يعني ما بيتغيروش مش حاسس إنه غلطان يتغير الزي بله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب